تحية لكم مشاهدين الكرام حرب قضائية بين لبنان وسوريا مرتكزها المذكرات والاستدعاءات فلم تكت تنقضي 24 ساعة على اصدار سوريا مذكرات قضائية في عالم الاعلام الافتراضي بحق الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب سقر حتى جاء الرد القضائي اللبناني سريعا فقاضي التحقيق العسكري الاول اصدر قرارا قضائيا طلب فيه استدعاء اللواء علي مملوك مدير مكتبه عدنان لاستماعي الى افادتيهما في قضية اسماحة وفي حين ان القضاء اللبناني اتبع في طلب الاستدعاء الطريق القانوني فان المذكرات السورية لا تزال ضائعة فهي لم تصل بعد الى اي جهاز قضائي لبناني ولم يزل اخذ العلم بها مقتصرا على الانترنت وعلى التصريحات السورية المبرمجة لكن قبل تفصيل هذه الوقاء نتوقف عند قرار الحكومة بحصر الوصول الى مضمون الداتا والرسائل النصية على الارقام المشبوهة فهل هذا القرار يحقق المطلوب في ظل استباحة لبنان امنيا وعمليات الاغتيال التي تحصل تقرير منذ العام 2005 الى اليوم تطور قطاع الاتصالات واصبح منفذو الاغتيالات وبعد ان كشف امر حركة الاتصالات يعتمدون اكثر على الاس ام اس والتواصل بواسطة الانترنت عبر الهواتف الخلوية وباتت الابليكيشنز او التطبيقات الموجودة في عالم الهواتف الذكية مثل الفايبر او الواتساب او الفيسبوك وغيرها هي الطريقة الامنة بالنسبة للمجرمين اللوغز او حركة الداتا ساشنز التي تظهر المرسلة ونوعية الخدمة التي استخدمها ولمن ارسلت والتوقيت هي ما تطلبه شعبة المعلومات في المرحلة الاولى لمتابعة تحقيقها في اختيال اللواء وسام الحسن فهل من اعتداء على خصوصية الفرد بحسب خبراء المعلوماتية؟ اللوغ فاضي ما فيه غير البصمة ما فيه المضمون يعني انا مثلا يعني ما فيه واحد يخاف على خصوصيته من وراء طلب اللوغ اذا انا واقف على باركينج مع ورقة عم بقيد فيها مثلا انه هايدي السيارة هيك رقمة فيها اربع اشخاص فاتوا بهذه الساعة وجر عم بقيد انه ظهروا بقدر اعرف شو فيه بسندوق السيارة بقدر اعرف شو حكيه جوه ما فينا بقدر انه هيدا اجا من هون راح من هونيك هي حركة تتسجل الحركة والمضمون ما فيه تسجل ما فيها تكون الدولة اللبنانية او حالها دولة بالعالم ما عجز انها والباسورت طبع فيسبوك شركة بتسوى مليارات الدولارات عندها تكنولوجي محددة بتقدر تحمي الانفورميشن طبع كل المستخدمين طبعه عبر عنتانس ري جي مرورا بوزارة الاتصالات واجيرو ومنها الى المشغل او السرفير في امريكا تعبر كل المعلومات التي تدخل يوميا في لبنان على الفيسبوك او الهوتميل والجيميل عبر الهواتف الذكية يمكن لأي جهاز مخابرتي عالمي ان يحصل عليها باسليب شرعية واخرى غير شرعية منشوف انه جوجل سنة عن سنة بس تقدم التقرير طبعه بتقول انه الطلبات اللي عم بيجوها من اجهزة حكومية لإطلاع على سرية المستخدمين طبعه عم بتزيدوا عم بتضوبل من سنة لسنة لانه عم بيكون بالتحقيقات القسم الجنائي الالكتروني عم بيكون عنده حافز اكبر واكبر عم بيساعد يعني للوصول العالم التصرف طبعا عم بيتغير وعم بيقدر يوصل لنتيج مثلا اذا انا فتعى سوبر ماركت كجهاز امنى مع امر قضاء بدي شوف الكاميرا جهاز الكاميرا طبعه شو مسجل المجبورين يعطوني التسجيل وغلا بصيروا هن طرف عم بيخفوا معلومات يعني تملك الاجهزة الامنية الغربية فرقا خاصة مهمتها خرق البريد الالكتروني لكل من يشتبهون به وفي لبنان ووفق المعلومات فان اجهزة امنية لبنانية غير شعبة المعلومات ارسلت عناصر وضباطا لمتابعة دورات في الخارج على كيفية اختراق مفاتيح الدخول على الهوت ميل على ان تجري دورات لاحقة لليهو والجوجل لانهما اكثر تعقيدا بحالات استثنائية بديك قوانين استثنائية يعني اليوم بفرنسا لو في 18 واحد صاروا مختلينهم بفرنسا وبعد ما لقتوا المجرم بل كانت الداة والاجهزة المخابراتية كانوا صاروا بقودة واحدة وعمش تغلوا صوى كريميل وصلوا لنتيجة الفايبر والتانجو شركتان اسرائيليتان تخرقان خصوصية المواطن اللبناني والتنصت المقاوم مباح هو الاخر والاغتيالات مستمرة ويبقى الامن وسط كل ذلك رهينة الاعتبارات السياسية وكان مجلس الوزراء رفض اعطاء مضمون الاتصالات كاملة لشعبة المعلومات باجماع مجلس الوزراء رفض طلب فرع المعلومات باعطاء مضمون الاتصالات مع السماح باعطاء المضمون عن الارقام المشبوهة فقط هذا الملف اخذ الحيز الاكبر من النقاش داخل مجلس الوزراء واستفاد الوزراء بالتأكيد على مخالفة الدستور والقانون رقم 140 في المقابل بقي وزير الداخلية بحسب معالمة الام تي في على موقفه وأصر خلال الجلسة على أنه لا يمكن الجمع بين السياسة والأمن مؤكدا للوزراء أنه كما يوجد خصوصية واحترام للأفراد كذلك يجب أن يحترم الأمن ويحافظ عليه في مرحلة حساسة جدا وقال لا يجوز أن تكون الدفة ميالة إلى طرف معين ودعا شربل إلى الكف عن الحديث عن الداتا بعدما كشفت للمجرم داعيا إلى عدم تسييس الأمن عدم الموافقة على الطلبات المتعلقة بالمعلومات عن محتويات الداتا سيشنز والمعلومات كافة المتوافرة عن المشتركين في بعض الخدمات وتكليف وزيري الداخلية والاتصالات بمتابعة هذا الأمر وحصر تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات التي قد تحتاجها بالأرقام المشبوهة ووفقا للأصول المرعية مع الوزير إذا أعتبر فرع المعلومات أن هناك 100 ألف رقم مشبوه هل تعطي بزارة الأتصالات هل 100 ألف رقم؟ قلنا وفقا للأصول المرعية والأصول المرعية لا تلحظ شبولية ومنهجية في إعطاء المعلومات هذه الجلسة التي سبقها خلوة بين الرئيسين سليمان وميقاتي أبدى في خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ارتياحه لاستتباب الأمن في طرابلس آملا أن يستمر في الأيام المقبلة لما لهم من انعكاس على المستويين الرسمي والشعبي وكانت الجلسة أقرت سلسلة بنود أبرزها الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى أعفاء المعوقين من رسوم جوازات السفر الشخصية العائدة لهم ورسوم سمة الدخول والإقامة وإجازة العمل وشهادات الإداة عند استقدام العاملين في الخدمة المنزلية كما أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من العنف جلسة مجلس الوزراء لم تتطرق إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب بانتظار الإضاحات التي ينتظرها الرئيس نجيب ميقاتي من المجلس الأعلى للتنظيم المدني بشأن زيادة عامل الاستثمار على أن تعقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل وقبل جلسة الأربعاء في السراي الحكومي هذا إذا توافرت كل المعطيات من أجلها من قصر بعبدة برنا نعم شديد أم تي في اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان يستدعيان من خبر القضاء اللبناني لاستجوابهما في قضية الوزير السابق ميشيل اسميحة التفاصيل في هذا التقرير في خطوة متقدمة في قضية الوزير السابق ميشيل اسميحة واللواء علي المملوك واتبعا المطالعة الفرعية التي تقدم بها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر قرر قاضي التحقيق العسكري الأول وفقا وخلافا لمطالعة مفوض الحكومة دعوة اللواء علي المملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان لاستجوابهما بتاريخ 14.1.2013 وبحسب مصادر خاصة للأم تي في فإن الخلاف على المطالعة أتى بالتريث بدعوات مستشارة الرئيس السوري بوثينا شعبان كشهد في هذه المرحلة من التحقيق على أنه وفي كل الأحوال سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة في حال عدم حضور المدع عليهما علي المملوك ومدير مكتبه ووفقا للاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا السارية المفعول منذ 27.11.1951 لا يمكن إبلاغ أي مسؤول سوري إلا تبعا لنصي المادتين 514 و420 من قانون أصول المحاكمات المدنية مع طوفتين على المادة 106 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يعني أن آلية التبليغ ترسل إلى وزارة العدل في لبنان وعبر وزارة الخارجية والمغتربين تسلسلا حتى قاضي التحقيق العسكري في دمشق وفي حال التبليغ أو عدم الاستجابة له من قبل الجانب السوري تقول المصادر الخاصة أن الأصول القانونية تستوجب إصدار مذكرات توقيف غيابية ولسيما أن المطلوب استجوابهما هما مدى عليهما بمواد تأليف عصابة منظمة واقتناء متفجرات للنيل من هيبة الدولة وتعريض الأمن القومي والسلم الأهلي للخطر ومحاولة قتل أبرياء وأمام ما تقدم نفى السفير السوري علي عبد الكريم علي أثناء زيارته وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن يكون سلم الأخير أي مستند في شأن مذكرات التوقيف مؤكدا في المقابل أن قضية تسمح مملوك فيها من الاستدراج أكثر ما فيها من الحقائق وتغييب بلاد كفوري عن التحقيق يطرح علامات استفهام أنا في لبنان أيضا وكلت أستاذا كبيرا في المحامة وفي المجال الجنائي لرفع دعوة ضد من شاركوا وأسهموا وحرضوا ومولوا وسلحوا وكانوا شركاء فعليين في سفك الثم السوري في المقابل أوضح المحام رشاد سليمي أن موضوع تكليفه من الدولة السورية تقديم شكوى أمام القضاء اللبناني لا يزال قيد الدرس وأنه لم يقدم أي شكوى حتى الآن النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي أكد أنه لم يتبلغ بعد بالمذكرات السورية التي تناولتها وسائل الإعلام وأشار في حديث لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن التبليغ بمذكرات مشابهة يتم عبر وزارة العدل توقع عضو قطة المستقبل النائب سمير الجسر أن تكون المذكرات السورية مقدمة لعمل سيء لأن التجربة تؤكد أن نظام سوري وبعد كل اتهام سياسي بالأعلام يقوم بإعدام سياسي قبل تنفيذ الإعدام على الأرض عبر الاغتيال الجسر وفي تصريح لصحيفة المستقبل أكد أن نظام السوري لن يستطيع الادعاء على الشعب اللبناني الذي يقف ويتعاطف مع الثورة السورية إلى ذلك رأت مصادر في تيار المستقبل للصحيفة عينها أن مذكرات التوقف السورية هي لوائح اغتيال وبنك أهداف للقتل بدليل أن المذكرات السابقة التي شملت 33 اسمان كان اسم اللواء الشهيد الحسن مدرجا فيها مصادر المستقبل اعتبرت أن لا قيمة قانونية لتلك المذكرات وقيمتها الوحيدة هي أنها حددت لائحة أهداف جديدة اجتماع وزري أمني في السراي والمجتمعون يكلفون قوى الأمن الداخلي حماية الشخصيات بهدف تدارك الاغتيالات مسبقا رأس رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي في السراي الكبير اجتماعا أمنيا حضره وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة إضافة إلى المدير العام لأمن الدولة والمدير العام للأمن العام المجتمعون كلفوا قوى الأمن الداخلي حماية الشخصيات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة قد وصف وزير الداخلية هذا الأمر بالخطوة الأنسب التي يمكن أن تقوم بها الحكومة حيال المخاوف الموجودة مش ضروري لا سمح الله إذا في شخصية معينة تعرضت لحادثة معينة يكون نحن معنا خبر أو العكس صحيح كمان اللبنان كله عايش بهاجز كله مش بس الشخصية كل اللبنانيين عايشين بهاجز الخوف يعني لا سمح الله سيارة هاكي محطوطة وملغومة قدت الخمسة عشر واحد هاودي كمان ما كانوا عايشين بهاجز بس ما كانوا معروفين فإذا عامل الانتباه الشخصية قبل كل شيء بدأت خفف يخففه اللي هو عايش بهاجز يخففه من التنقل ما يخلي حدا أثناء التنقل يعرف لوين رايح وهكي بيقدر بيساعدنا كمان ونتساعد نحن وياه شرب اللفت أخيرا إلى أن الحماية الأمنية تتطلب خبرات وتدريبا وأجهزة متطورة وأقصى ما يمكن أن تؤمنه هو حماية بنسبة 60% وفق قوله مجموعة أصدقاء سوريا تعترف بالإئتلاف المعارض ممثلا شرعيا للشعب السوري والسعودية تقدم 100 مليون دولار دعما للإئتلاف مجموعة أصدقاء الشعب السوري المجتمع في مراكش في المغرب تعترف بالإئتلاف الوطني المعارض ممثلا وحيدا للشعب السوري ما ترجمته أن أكثر من 130 بلد ومنظمة دولية صحبت الشرعية من نظام الرئيس بشار الأسد وسلمتها لهذا التنظيم المعارض رئيس الحكومة القطرية شيخ حمد بن جاسم دعا بدوره الرئيس بشار الأسد إلى اتخاذ قرار شجاع بالتنحي لوقف العنف في سوريا فقد أثبت الإتلاف الوطني أنه بالفعل ممثلا حقيقي وشرعي للشعب السوري وأنه البديل الشرعي للنظام الحالي وأنه المؤتمن على استلام السلطة وعلى إدارة الفترة الانتقالية ولذلك فأن المطلوب الآن وبالحاح دعم هذا الإتلاف ماديا ومعنويا والاعتراف به أما رئيس الإتلاف المعارض أحمد معاذ الخطيب الذي دعي لزيارات واشنطن فشدد في كلمته على أن سعي المعارضين هو لإسقاط النظام وليس لتقويد مؤسسات الدولة مطالبا حزب الله بسحب مقاتليه من سوريا إن وجدوا أوجه رسالة مباشرة إلى الإخوة العلويين ونقول بكل صراحة إن الثورة السورية تمد يديها لكم فمدوا أيديكم لها وابدأوا العصيان المدني ضد النظام فقد ظلمكم كما ظلمنا إن القرار باعتبار إحدى الجهات التي تقاتل النظام جهة إرهابية تلزم إعادة النظر فيه من جهته قال وزير الخارجي البريطاني ويليام هيغ أن الاعتراف الجماعي الذي حصل عليه ائتلاف معارضي النظام في دمشق يشكل تقدما حقيقيا جرعة الدعم العالمية ما هدت لها الولايات المتحدة بعدما اعترف الرئيس باراك أوباما بشرعية الاعتلاف لكنه أضاف أن هناك فريقا صغيرا من معارضي نظام الأسد مرتبط بالقاعدة في العراق واعتبرته واشنطن منظمة إرهابية ما أثار استياء بعد قادة الجيش الحر وجماعة الإخوان المسلمين في المقابل أكد وزير الخارجية روسية سيرجي لفروف أن الولايات المتحدة تعول على انتصار بوسيطة السلاح للإئتلاف الوطني السوري المعارض استهدفت ثلاث انفجارات وزارة الداخلية السورية في منطقة كفرسوسة أسفرت عن مقتل قائد عمليات دمشق عبد المعطي صالح وسبعة أشخاص فيما جرح أكثر من خمسين شخصا وأكد التلفزيون الرسمي السوري أن وزير الداخلية محمد الشعار بخير واشنطن تعلن أن نظام السوري أطلق صواريخ سكود ضد المسلحين المعارضين على وقع احتفالات المعارضة بالاعتراف الدولي اهتزت العاصمة السورية بمجموعة تفجيرات ترافقت مع أعمال قصف واشتباكات في المناطق المختلفة ثلاثة انفجارات استهدفت وزارة الداخلية السورية في منطقة كفرسوسة في غرب دمشق وأدت إلى تضرور الواجهة الأممية لوزارة الداخلية وفق الأعلام الرسمي الذي أشار إلى أن أحدها ناتج من سيارة مفخخة ما أدى إلى وقوع إصابات إضافة إلى تفجير الداخلية وقعت عمليتات تفجير في العاصمة وريفها الأولى تمثلت بانفجار عبوتين ناسفتين ملسقتين بسيارتين في وسط دمشق والأخرى بتفجير عبوتين مزروعتين على الطريق بمدينة جرمانة جنوب شرق العاصمة إنسانيا دانت ملظمة هيومن رايتس ووتش قيام الجيش السوري بإلقاء قنابل حارقة تتسبب بحروق بالغة وبمعاناة وحشية على المدنيين وبأضرار كبيرة بالممتلكات ودعت إلى وقف هذه الممارسات فورا وعلى وقع استمرار الاشتباكات العنيفة في محيط العاصمة ومدن حلب والشمال السوري والقصف العنيف على المدن السورية خصوصا في العاصمة وريفها يسقط مزيد من القتلى في أعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا وبخصوص استهداف علويين في حماه أعلن المرصد أن الغموض يلف التفجيرات العنيفة التي أوقعت أكثر من 125 قتيلا وجريحا وطالب المرصد السوري بضحقيق دولي مستغربا عدم ذكر الإعلام السوري للحادث في مصر استعدادات الاستفتاء على دستور السبت المقبل والمعارضة ستصوت بلا هشام مهران وتفاصيل على مرحلتين تجرى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر السبت القادم والسبت الذي يليه بسبب العجز في عدد القضاء اللازمين للإشراف جبهة الإنقاذ الوطني دعت المواطنين للتصويت بلا في الاستفتاء مطالبة النظام بتوفير ضمانات لنزاهة التصويت وإلا ستدعو للمقاطعة تطالب الجدد بتوفير الضمانات التالية كشرط لنزاهة الاستفتاء ولمشاركتنا بلا فيه واحد ضرورة ممارسة الإشراف في القضاء الكامل قاد على كل صندوق العديد من علامات الاستفهام ثارت حول تأجيل لقاء التواصل الإنساني الذي دعا له وزير الدفاع بحضور الرئيس المصري رغم موافقة رموز المعارضة في جبهة الإنقاذ على الحضور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية قال أن أي حوار يدور داخل قصر الرئاسة فده معناه أن فيه يعني في الخلفية تنازع أدوار بدأ يبان بين الرئاسة وبين القوات المسلحة أجواء بالغة الاحتقان يصوت خلالها المصريون على دستور لا يحظى بتوافق وطني حيث يحاصر أنصار الإخوان المحكمة الدستورية التي علقت عملها ويحاصر سلفيون مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب ما يعتبرونه إثارة الإعلام للفتن ويحاصر الرافضون للدستور قصر الرئاسة فيما أضيفت ضحية تاسعة إلى ضحايا الأربعاء الدامي بعد وفاة الصحفي الحسين أبو ضيف متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس خلال الأحداث يرى محللون أن إصرار الرئيس المصري على طرح دستور لا يحظى بتوافق وطني خلافا لتعهد سابق له هو السبب وراء هذا المشهد انقسام هو الأسوأ في تاريخ المصريين وتوتر واحتقان يسبق أهم دستور يستفتي عليه المصريون في تاريخهم هشام مهران ام تي في القاهرة بعد أعلان عرات في برلمان أوكرانيا اعتبر المطارينة الموارن بعد اجتماعهم الدولي في بكركي أن لبنان يقف أمام استحقاقات تحتاج إلى تشريع أهمها قانون جديد للانتخابات على أن تتألف حكومة جديدة تشرف عليها مشيرين إلى أن ذلك لا يكون من دون نقاش تحت قبة البرلمان هيئة التنسيق النقبية تضرب وتتظاهر احتجاجا على المماطلة في إحالة سلسلة الرتب والرواتب تقرير هيثم خواند لا يكاد يمر أسبوع إلا ويكون الإضراب عنوانا لأحد أيامه فاستمرار المماطلة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب حتى ما على هيئة التنسيق النقابية التصعيد وعدم الاكتفاء هذه المرة بالإضراب فقط وهي نظمت لهذه الغاية تظاهر حاشدة انطلقت من البربير باتجاه السراي الحكومي التصعيد الكلامي كان بطل التظاهر من دون منازع والمواقف شددت على عدم الاستسلام حتى إحالة السلسلة هم يراحنون على أننا سنيئس أو سنامل ونحن نقول لهم إن من قام في شل القطاع العام بـ 27 و28 و28 سوف يشل القطاع العام بشكل مفتوح وبدون تلدد وفي الوقت المناسب حتى يفرض حقه بوحدة الأساتذة والمعلمين والموظفين ومن دون استثناء نقيب المعلمين في المدارس الخاصة استنكر في كلمته سعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفصل القطاع التربوي الخاص عن السلسلة مؤكدا وحدة التشريع التربوي ومحذرا من تخطيه وقت اللي بيقولوا كلفة السلسلة مليار دولار والمليار دولار إخد البلد على الانهيار الأربع مليارات دولار عالمرفق بيأخدوا البلد لوان اثمان مليارات دولار بأملاك البحرية 비�يأخدوا البلد لوان اللي عما يصير بالКак الأتصالات والكهرباء بيأخد البلد لوان أنا نقيب المعلمي بالمديس الخاصة العمانت معي أنت خمسين جلسي بأي صفة اجتمعت معنا لا ضيات وقتك التاميل لا لن نسمح لأحد لا لك ولا لها الحكومة ولا لأي حكومة تانية هايزة مقسب نقامي عبره خمسين سنين وحدة التشريع بين القطاع العامل قات لن نسمح لأحد المسبهي الموعد المقبل للتظاهر والإضراب حدد بموازاة جلسة الحكومة المقبلة بعد أسبوع فهل يعود الحوار ليهدئ النفوس الغاضبة أم أن المعركة فتحت حتى تراجع أحد الطرفين وصل فريق المفاتشين من الوكالة الدولية للطاقة الثرية ليلة الأربعاء الخميس إلى تهران لإجراء محادثات مع السلطات الإيرانية حول البرنامج النووي الإيراني وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أسنا بأن الفريق مؤلف من سبعة أعضاء برئاسة البلجيكي هيرمن ناكرويتس الذي أمل قبيل وصوله إلى تهران في أن تسمح إيران للوفد بالتوجه إلى موقع بارشين حيث قامت تهران بتجارب تفجير تشبه التفجيرات النووية كما تشتبه الوكالة الدولية أعلنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أمريكي إليانا روس لتنون في بيان لها أعلنت أن وزيرة الخارجية هيرلي كلينتون ستدلي في العشرين من الشهر الحالي بشهادتها أمام الكونغرس حول اعتداء الحاد عشر من أيلول على القنصلية الأمريكية في بنغازي في ليبيا والذي أودى بحياة السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنس وثلاثة أمريكيين وآخرين وأضاف البيان أن الشهادة كلينتون سترتكز على تقرير سينجز الأسبوع المقبل للجنة التي شكرت لتلك الغاية أطلقت كوريا الشمالية صاروخا إلى الفضاء محققة اختراقا تكنولوجيا دانه مجلس الأمن محاذرا من اتخاذ مزيد من الخطوات فيما لوح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على بيونج يونج الصين أعربت عن أسفها للعملية واعتبرتها الولايات المتحدة استفزازا شديدا وطالبت باتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية مؤكدة أنها ستسعى إلى تحرك دولي خلال الأيام المقبلة لدى افتتاح أول جلسة للبرلمان الأوكراني الجديد وقع عراق بين نواب المعارضة بعد أن انضم قسم منهم إلى قوات موالية للحكومة في البرلمان بالتزام تجاوزت أربع شبات عاريات سياج المجلس وذلك لتظاهر أمام مدخله الرئيسي احتجاجا على فساد نواب قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم انقلبت صباحا اليوم سيارة مرسدس على المسلق الشرقي لإتوسترات جبير البترون في محلة فغال ما أدى إلى اندلاع النيران فيها واحتراق ركابها الثلاثة إلى الرياضة مع عمد مرحبا عمد مرحبا عمد سرحان للأخبار كيفا؟ اليوم بسبور في عنا فوتبول وتنس البداية رح تكون مع الفوتبول حيث انلعبت مبارح المباراة النصف نيئية الأولى ببطولة كأس العالم للأندية اللي عم تصير باليابان وجمعت فريق الأهل المصري الفيز بدورة أبطال أفريقيا ونظيره كورينسيانس البرازيلي بطل أمريكا جنوبية المباراة انتهت بفاوس كورينسيانس بنتيجة واحد سفر بعد هدف سجله بابلو جيريرو بالدقيقة ثلاثين ليتأهل فريقه للنهائي ومن جهة تانية أجرى فريق تشلسي بطل أوروبا حصة تدريبية تحديدا لتنين نصف نيئية بالبطولة يلي رح ينلعب اليوم الساعة 12 ونصف بتوقيت بيروت ضد مونتري المكسيكي بطل الكونكا كاف إشارة إلى أنه الفيز بين الفريقين رح يواجه كورينسيانس بالنهائي نهار الأحد منضال بالفوتبول ولكن ننتقل لزهيب الدورة 16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا حيث قطع كل من برشلونة وأتلاتيكو مادريد خطوة كبيرة نحو التأهل في مساقط ريال مادريد بفخ مضيفه سلتافيجو على ملعب نيوفو عزز النجم الأرجنتيني ليونال ميسي رقمه الإياسي بعدد الأهداف المسجلة بعام واحد بتوقيعه على هدفي اللقاء بشباك فريق كوردوبا بالدقيقة 11 من الشوط الأول والدقيقة 74 من الشوط الثاني ليرفع رصيده لـ 88 هدف بعام 2012 وبيتت الطريق ممهد أمام الفريق الكاتالوني للعبور للربع النهائي قبل مباراة العوضية اللي رح تجمع الفريقين بعشة كنون الثاني من العام الآدم ومن ناحية تانية عدريال مادريد بخسارة محرج 2-1 على ملعب بلايدوس أمام مضيفو سلتافيجو ودخل فريق الملك المباراة بدون عدد من لعبينه الأساسيين أمثال الحارس الكاركاسية سيرجو راموس والسوناء الألماني سامي خضيرة ومسعود أزيل يلي شارك بديل كما خسر جهود مهاجم الفرنسي كارين بن زامة بالشوط الأول بسبب خروجه مصاب لينضم لزميله الأرجنتيني جونزالو هيكوان أصحاب الأرض قدموا بهدفين بالشوط الثاني عبر ماريو برماخو وكريستيانو بوستوس إلا أن النجم الريال البورديجاري كريستيانو رونالدو خفف من حراجة الموقف بتسجيله هدف ثمين بالدقيقة 87 أما على ملعب دينسانتي كالديرون حقق أتلاتيكو مادريد فوز مريح على جاره خطافي بفوز على 3-0 ليقطع شوط كبير نحو التأهل وتنوب على تسجيل سلسية أتلاتيكو السونية البرازيلة دييغو كوستا بالدقيقة 19 والدقيقة 87 وفيليب بلويس بالدقيقة 80 بالتنيس كانت أنهت المصنفة أولى عالميا سابعا البلجيكي كيم كليسترز مشوارة الرياضة بصفة رسمية بعد خروجها من بطولة أمريكا المفتوحة لكن نظمة مباراة حبية ببلجيكا لشكر معجبيها وحضر المباراة 13 ألف مشجع وعلى رأس وللعهد الأمير فيليب والأميرة ماتيلدا كليسترز أمتعت الجمهور بإيداء رائع بالمباراة يلي فازت فيها ضد خصمتها اللدودة الأمريكية فينس ويليامس بنتيجة 6-3 و 6-3 ويذكر أنه كليسترز كانت فازت على ويليامس مرتين لتفوز بلقى بطولة أمريكا المفتوحة بال2009 وال2010 كما وفازت بلقى بطولة أمريكا عام 2005 وبطولة أستراليا المفتوحة عام 2011 مع هالخبر مننهي أخبارنا الرياضية هذا كان كل شي ماجد لعوضي لعلك إلى الأحوال الجوية مع أمه مرحبا مثل ما خبرناكم بنشراتنا السابقة تقصنا رح يرجع يتحول إلى متقلب ابتداء من اليوم بعد الظهر مع أمطار محلية برفقة انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتلج على ارتفاع ابتداء من 1500 متر وما فوق اتجاه رياح جنوب غربي والحرارة على الساحل بتروح بين 19 و 20 درجة على الجبال بين 13 و 16 وبالداخل بين 11 و 15 درجة رطوبة عالية على الساحل هوا خفيف لمتوسط السرعة بحر معتدل والجو مثل ما ذكرنا بيبلش غائم جزئيا مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة بفترة النهار خاصة بالشمال برجع من بعدها بيتحول إلى غائم مع تلج على ارتفاع 1500 متر وما فوق كيف التقس اليوم ببعض المناطق وضيع اللبنانية منشوف بها الجولة من الجو ومنطلق من عكار من الكويخات مع 15 درجة رابلس 18 بشمزين 7 درجة فرية 3 لمتان 14 درجة كمانا 14 بواد الست ومتل ما ذكرنا ابتداء من بعض الضهر بتحول التقس إلى ممتر كوكبة 15 درجة المنصورة 13 15 درجة بدورس وختم جولتنا بالقع و 15 درجة لمحة سريع عن تقس اليوم والأيام الجاية اليوم الخميس الحرارة بنهار 20 درجة و 13 درجة بالليل 19 درجة لنهار الجمعة والجو ممتر الحرارة بتضل مستقرة على 19 لنهار السبت وبتنخفض لـ 18 درجة نهار الأحد لتعرفوا كل أخبار التقس تابعوا نشراتنا الثلاثة يوميا ضمن نشرات أخبار الام تي في وأنا بلاقيكم بنشرات لاحقة نشكركم المشاهدين على المتابعة تابعوا آخر الأخبار عبر ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر ام تي في لبنان على موقع فيسبوك وعبر ام تي في دوت كوم دوت تالبي إلى اللقاء اشتركوا في القناة